وخاصة إذا كان فيها سب وشتم وطعن وكذا ككرة القدم وكرة السلة وأيضا الطائرة والألعاب التي يعبوها هذه تحكمها الأصول العامة في الشريعة الإسلامية لكن هي في الأصل أما المسابقات المشروعة في المسابقات التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر الرياضة وسيلة فعالة لتقوية الجسم وتقويمه فهي بهذا مطلب شرعي لا كما يظن البعض أنها من الأمور التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها باعتبارها لهوى تشغل عن العبادة والذكر ولكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية فيها فما هي المسابقات الجائزة؟ والمسابقات غير الجائزة وإذا وضع اللاعبون مبلغا ماليا والفائز يأخذ هذا المبلغ هل يجوز أخذه؟ في هذه الحلقة من برنامج درهم ودينار نتعرف على أحكام المسابقات الرياضية من خلال استضافة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو المتخصص في المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية أهلا وسهلا بكم دكتور إياكم الله أهلا وسهلا أحسن الله إليكم وإليكم دكتور بداية لو حدثتنا عن المسابقات عموما ما هو الجائز منها وما هو غير الجائز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك المسابقات عموما منها الجائز المشروع ومنها المحرم الممنوع ومنها المباح الذي يباحه التسابق فيه بالنسبة للمسابقات المحرمة هي المسابقات التي يكون فيها إضرار بالبدن وإضرار بالنفس وإضرار بالغير كالمسابقات التي يكون فيها عدوان وضرب ولكم وأيضا المسابقات التي يكون فيها كشف العورات وكشف البدن بطريقة محرمة وأيضا التي يكون فيها مراهنات كبيرة أو مراهنات مالية هذه المسابقات محرمة أما المسابقات المشروعة في المسابقات التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والنصل هو يعبر عن الرماية يعبر عن الرماية وأما الخف هو ينسب للبعير أو الإبل والحافر للخير فمفهوم الحديث أن السبق أو المعاوضة المعاوضة على المسابقات تكون في ثلاثة أشياء في الرماية وفي المسابقة بالخيل وبالإبل ويقاس عليها اليوم المسابقات بالسيارات التي يكون فيها الغاية منها إتقان القيادة التي تساعد المجاهد على الجهاد أيضا مسألة الرماية بالأسلحة النارية الرماية بالأسلحة النارية الثقيلة والخفيفة والجريان بالأقدام المسابقة بالأقدام من أجل تقوية البدن للجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك تقاس على هذه الأشياء وهناك مسابقات مباحة مباحة يعني ليست ممنوعة في أصلها وليست مشروعة في أصلها مباحة كما كسائغ المسابقات التي يجريها الشباب اليوم ككرة القدم وكرة السلة وأيضا الطائرة والألعاب التي يعبوها هذه تحكمها الأصول العامة في الشريعة الإسلامية لكن هي في الأصل مباحة إذا خلت من المحظورات الشرعية إذا خلت هذه الألعاب غير الألعاب الجهادية أو الألعاب القتالية أو الألعاب التي تعين على القتال إذا خلت من المحظورات الشرعية تكون في الأصل مباحة هذا من حيث العموم أقسام المسابقة عموما نعم دكتور هل هناك شروط محددة حتى تكون المسابقة جائزة المسابقات الجائزة كما ذكرت هناك إما تكون مشروعة وهي ما كان في مقاصد الجهاد نعم فما يؤدي إلى تدعيم وتقوية المتسابق وتقوية الشاب للجهاد في سبيل الله وهذا يتنوع في كل عصر وزمان أما المسابقات المباحة التي ذكرت أنها في الأصل مباحة كمسابقات الكرة ونحو ذلك فهذه يشترط فيها حتى تكون مباحة أن تخلو من أي قمار أو ميسر أن تخلو من أي قمار أو ميسر وأيضا أن لا يكون فيها شيء محظور شرعا كما ذكرت ككشف العورات ككشف العورات كشف الفخذ وكشف يعني أيضا المواضع من البدن يكونوا حراما وأيضا أن لا يكون هناك فيها الفاظ الفاظ فاحشة وسب وشتم وطعن وعصبية يعني قبالية ومناطقية وبعد كما يشيع وينتشر في مسابقات كرة القدم يعني التي تفضي في النتيجة إلى الاقتتال والنزعة الطائفية والنزعة العنصرية وهذا إذا وجد في أي مسابقة مهما كانت فهذا يجعلها محرمة لأنها أفضت إلى الحرام وفيها وخاصة إذا كان فيها سب وشتم وطعن وكذا فإذا كانت المسابقة الرياضية خالية من هذه المحظورات محظورات الدينية والمحظورات أيضا يعني الأخلاقية التي يعني نهى الشرع عن هذه عنها فإذا خلت تكون في الأصل مباحة والشرط الأساسي أن لا تكون هذه المسابقة فيها قمار أو ميسر يدفع فيها يعني يدفع فيها القمار والكالمراهنات التي تجري في المباريات كرة القدم العالمية هناك مراهنات يدفع أشخاص نقود وأموال كي يربح الفريق الفلاني فإذا ربح الفريق الفلاني أخذ يعني مبلغ ريهان خسر يخسر مبلغ ريهان هذا أيضا من القمار والميسر نعم دكتور لو توقفنا عند المسابقات الرياضية أو ما يسمى بالأولمبياد مثلا يقوم عدة فرق بالاشتراك في المسابقة الرياضية أو ما يسمى بالأولمبياد ويضع كل فريق مئة دولار مثلا ويكون جماع المبلغ ألف دولار ويقولون الفائز من هذه الفرق يأخذ هذا المبلغ يأخذ ألف دولار ما حكم هذا في الشراء لو توضح لنا هذه المسألة هذه الصورة بالذات هي صورة محرمة من المسابقة بسبب أن ما يدفعه كل فريق من الفرق هذا المبلغ يجتمع ويعطى للفائز وهذا صار من القمار والميسر قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام ورجسون من عمل الشيطان إنما الخبر والميسر والأنصاب والأزلام رجسون من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون فما يدفعه المتسابقون من المبالغ هذا المبلغ إذا كان سيجمع ويعطى لمن فاز هذا هو القمار لأن هذه المسابقات لكلة القدم ليست من المسابقات المشروع التي يجوز فيها السبق كالحديث الذي افتتحت به الحلقة لا سابقة أي لا عوضة إلا في ذكرى ثلاثة أشياء وهي الرماية والمسابقة بالخيل أو المسابقة بالإبل وقلت يقاس عليها ما كان في مصلحتي ومقاصد الجهاد كالمسابقة بالرماية بالأسلحة النارية أو بالسيارات الجهادية كذا أما كرة القدم كما قلت هذه مسابقات مباحة يشترط فيها أن لا يكون فيها عوض يعني كل مسابقة رياضية يكون الداخل فيها إما غانما أو غارما فهي غير جائزة أعيد كل مسابقة رياضية أو غير رياضية ليست من المسابقات التي ذكرت في الحديث يكون فيها المتسابق إما غانما وإما غارما يعني إما رابحا للمال وإما خاسرا للمال فهذه المسابقة تصير بهذه الصورة وحرمه أحسن الله إليكم متابعين الكرام نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بالعودة إليكم متابعين الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو نتكلم عن أحكام المسابقات الرياضية في الشريعة الإسلامية دكتور هل يختلف الحكم إذا دخل طرف ثالث في المسابقة الرياضية مثلا الحكومة أو منظمة ما دخلت ونظمت مسابقة رياضية وقالت الذي يفوز سيأخذ مبلغا ماليا ولكن هذان الفريقان غير خاسرين وإنما جهة ثالثة هي التي دخلت وقالت الذي يفوز نعطيه مبلغا ماليا هل يجوز هذا الأمر؟ طبعا طبقنا القائد التي ذكرتها في جواب السؤال السابق أن كل مسابقة يكون فيها المتسابق إما غانما وإما غارما فهذه مسابقة محرمة فإذا جاء طرف ثالث منظمة جمعية جهة حكومية قدمت الهدية قالت طلبت يعني كما تقدمه في الدوري مثلا وأقام الدوري يعني مسابقة أولمبياد وقدمت الهدية هي فهذا يكون المتسابق إما غانما وإما سالما هو لن يخسر شيئا فتكون المسابقة والمشاركة فيها يكون جائزا نعم ويجوز للفريق الرابح أن يأخذ هذه المسابقة مالغة ما بلغت نعم طيب دكتور إذن هل المشكلة في المبلغ المالي بمعنى آخر ماذا لو لم تكن الجائزة مبلغا ماليا وإنما كانت أمور معنوية مثل كأس مثلا أو ميداليات أو شهادات فهل يجوز الاشتراك بهذه المسابقات إذا كانت الجائزة ليست جائزة مالية لا تسمى هدية مالية أو جائزة نقدية يعني بالمصطلح ليست مبلغا هو عبارة عن كؤوس وميداليات وشهادات نجاح وأشياء رمزية واشترك في قيمتها المتسابقون الذين أو الفرق التي قدمت يعني اشترك في قيمتي هذه فهذه لا تصرف على أنها يعني جوائز نقدية أو رهان أو سبق هذه تعد من تكاليف أو نفقات اللعب يعني خاصة كما ذكرت لم تكن الجائزة نقدية الحديث ذكر لا سبقه أي لا عوضة لا عوضة هذا لا يعد عوضاً هذا الرمزي لا يعطيه معاوضة له على ما قدمه من لعب إنما هو يكرمه أو يعطيه شيئاً يشعره أنه هو الفائز الأول يعني يعرف به فيعطيه شيئاً رمزياً لا يكاد يباع بشيء نعم جائز إن شاء الله دكتور هناك صورة شبيهة ماذا لو اشترك الفريقان على دفع إجرة الملعب مثلاً أثلاً إجرة الملعب وليكن الفليرة تركي فاشترك الفريقان على دفع إجرة هذا الملعب فهل يجوز طبعاً والقصد من هذه اللعبة هو التستية والترفيه فهل يجوز هذا الأمر أم لا عما ذا لا يوجد هناك جائزة وبالتالي الذي يلعب يعني هو ليس غارماً بشيء سيدفعه أما مصاريف الملعب مصاريف اللعب قيمة الكرات أو يعني لو اشترك يعني عدة فرق أو فريق أو اشترك يعني الأعضاء واللاعبون بدفع أشياء كما ذكرت إجرة الملعب فهذه لا تدخل في السبق أصلاً لا تدخل في السبق أصلاً هذه مباراة أو لعب مباح إذا خل من المحظورات الشرعية التي ذكرتها هذه تشمل كل الألعاب إذا خلت اللعبة من المحظورات الأخرى من كشف العورة والألفاظ القبيحة فكان لا يوجد جائزة مالية مجموعة من البقية يجوز نعم أن يشترك مجموعتهم في أن يذهبوا إلى السباحة أو يذهبوا إلى الملعب للعب بالكرة ويكون أجرة الملعب وأجرة يعني كل العملية يعني يشترك بها الجميع فهذا أمر جائز إن شاء الله نعم أخيراً دكتور هناك صورة حيث يشترك فريقان بكرة القدم أو غيرها ويقوم أحد هذين الفريقين بدفع مبلغاً مالياً مثلاً وليكن خمسمائة دولار ولكن الفريق الثاني لا يدفع شيئاً فيقول هذا الفريق الذي يربح يأخذ هذا المبلغ يعني بمعنى الفريق الأول الذي دفع المبلغ خمسمائة دولار إما أن يأخذ الخمسمائة دولار التي دفعها أو لا يأخذ شيئاً والفريق الثاني هو لا يدفع شيئاً فما حكم هذه الصورة؟ هذه صورة من الصور المحرمة عند جمهور أهل العلم لأن هنا كما قلت الفريق الأول الذي دفع المبلغ اشترط أنه إذا ربح الفريق الثاني يأخذ المبلغ نعم وإذا خسر ما يأخذ شيئاً هو بالنسبة إليه إذا ربح الفريق الثاني هو سيخسر المبلغ نعم فهو داخل إما سالم وإما غارم نعم وليس إما غانم وإما سالم فهذه الصورة في الراجح أنها لا تجوز مداخلة دكتور لو مثلاً اشترك فريقان في لعبة كرة قدم واشترطوا أن الخاسر هو من يدفع أجرة الملعب يعني مثلاً أجرة الملعب ألف ليرة تركية اشترطوا أن من يخسر هو من يدفع هذه الأجرة فهل يجوز هذا الأمر؟ هذه بحكم الصورة التي ذكرتها آنفاً بحكم الصورة هناك أجرة الملعب أصبحت هي الغرم الذي يدفعه أحد الأطراف وبالتالي من ربح لن يدفع شيئاً ومن خسر سيدفع أجرة الملعب لنقل ألف ليرة فإذن هناك في غرم هناك في إما سالماً وإما غارماً فاختلت القاعدة وقد ذكرت لك القاعدة في أثناء الحلقة أنه كل مسابقة يكون فيها المتسابق إما غانماً وإما غارماً يعني يغرم أو يغنم يغرم أو يسلم فهي مسابقة غير جائزة وكل مسابقة يكون فيها المتسابق إما غانماً أو سالماً فهي مسابقة جائزة جزاكم الله خيراً دكتور وأحسن الله إليكم وإياكم جزاكم الله خيراً إلى هنا متابعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء والشكر موصول لكم على حس متابعتكم انتظرونا في حلقة قادمة من برنامجكم درهم ودينار دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة